نخش على جعفر والعشرة من عشرة يا جمهور قول الحق دي حكت النهاردة ولا لا يا السلام خطوات رشيقة لإطلاق ستريم رمضان وأشياء الأخير لسنة 2023 وما سينتج عنه الحلقة الأخيرة من سلسلة رمضان وأشياء لمناقشة مسلسلات رمضان لموسم عام 2023 كل سنة ومطيبين عاملين ايه متقوب عاملين ايه يا دود انا اكتقبت من تحت الوصاية من تحت رأس الوصاية أسمع شفت ميستري بوكس وشفت جعفر العمدة وشفت تحت الوصاية دول اللي انا جاهز للمناقشة فيها نهاية جنن للكبير قوي نهاية جنن للكبير قوي بالنسبة لي انا من الحلقة العشرين بس والله انا عايز احيي الناس اللي فضل عندها التزام وتسديق في الكبير قوي لغاية نهاية رمضان انا استسلمت انا عايز اقول تقريبا شكر بالزبط بس اظن من الحلقة العشرين تقريبا انا باي باي انا روحت باي انا سبت الكبير من اول اصباح ورجعت وشفت اخر كام حلقة كانوا حلوين اه كول انا ما بصيت سريعا على موضوع الميكست يونيفرس اللي هم عملوه ومحمد سلام ياخد مكان هدرس والكلام ده كان خلاص يا فكرة ان انا يكون عندي اي نوع من انواع الرصيد علشان احسب المسلسل عليه او امل كان انتهى ما بقولش ان الحلقات الاخرانية ما كانتش حلوة اللي شفتوا منها صعب جدا يقضني لان انا عرف احكم اذا كانوا حلوين ولا لأ لو انتوا كنتوا مبسطين خلاص بس يعني انا اللي ضع من رصيد المسلسل عندي فاول خمستاشر عشرين حلقة كان صعبة او يتم تدركه في عشر حلقات لو بيقيدك القرار تعمل جزء تامن الكبير لا 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 كفاية بقى كفاية بقى مع ايه انتوا اكيد يا جماعة قادرين تجددوا اكيد بقى اخلاقوا شخصيات جديدة وعملوا حاجات جديدة مش معقول كده تحت الوسايا يا دود ابدأ بيه طب واحدة 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 ده احنا لسه 172 لايك يعني ده انتوا لو كرهني مش هتعملوا كده يعني ايه ده ايه المعاملة دي الفيل واقع او الله ازعلتلكم معلش مش فاهم ايه موضوع ساوت هانتون والحاجات الغريبة اللي ارسنان رعبين خلاص يا ارسنان يا حبيبي ده انت خسرت الدوري اوي يا جدع في ايه شايف السندوي ستايل جزء تاني ولا الافلة كانت كويسة على كده ما هي الافلة شكلها فيها كلام طبعا يا جماعة احنا هنتكلم عن التلات مسلسلات اللي انا تابعتهم ومعرفش النقاش ممكن يخديننا انها تتطرق لمسلسلات تانية ولا لا بس هنتكلم بحرية حرق بقى خلاص افلام العيد كلها بلا حد دخل حاجة من افلام العيد صحيح ده سؤال كويس او ما تعالوا نعمل ايه الاخبار يلا احنا 500 لايك هو ده اخري عندكم خلاص يعني انا لا استحق اكتر من 500 لايك يعني انتو اخر ما ضغطوا على نفسكم 500 لايك خلاص قولي 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 دخلتوا ايه حد يكلمني في الافلام دخلت هارلي ويندينت يا دود يا لهوتي ابن الحج احمد اربعة من عشرة ده في شبه اجماع ابن الحج احمد مش مضحك خالص بعد ما حجزت فيلم 13 يوم تلغى الحجز والفيلم اتأجل اتأجل هل ده حصل فعلا ان الفيلم اتأجل ابن الحج احمد صفر ابن الحج احمد كان باين من البرومونو مش حالو للاسف انا متفق مع هزرق بس كنت عندي امل ان يحصل شاء الله باز هارلي ملحمة يا دود كويس او مش كويس فيلم يشيكو كان سيق جدا بتغسل نفسك عشان تبتسم حد هارلي كويس لفئة عمرية معينة اللي هي الشباب هارلي وحش اه لا فيه هجمة هي انا من الشباب هارلي معجبنيش قوي ستة ونص من عشر ستة ونص من عشر بالنسبة الافلام العيد تقييم مش بطل دخلت فيلم شيكو وكان وحش بالنسبة للمشيكو يعني كنت متوقعها اكتر من شيكو انا ماضح ان فيه اجماع لهذا الرأي يا دو فيلم شيكو فيه تنمر فج على زيادة الوزن اه ها سوري يعني بس هارلي ده الموتوسيكل ولا الشخصية ولا اي انا اتوقع انا ما شفتش تريلر بس اتوقع ان الشخصية بتاعته علشان هو بيركب موتوسيكل هارلي فهما قالوا له حاجة هارلي حتلاقيه مسلا اسمه عوض هارلي سيف هارلي جعفر الهارلي حاجة زي كده الناس اللي شافوا الفيلم ممكن يأكدوا لي هذه المعلومة اكسب معانا النهاردة ولا مكسبش اسمه محمد هارلي لأ ما تشتغلونيش بقولكم ايه بوب هارلي احنا بقى ايه نخش في الموضوع الحمد لله عيدنا على بعضه سلمنا على بعضه تنمرنا على شوية ناس والحمد لله وسودتوا الصورة في وشي باتجاه الافلام بتاعت موسم العيد الف شكر لكم عيد سعيد لكم جميعا ان شاء الله نبدأ بمين بقى تحت الوصاية انا مش مبسوط بتحت الوصاية احنا كنا في مرحلة من المراحل بنقول ان مسلسل تحت الوصاية محتاج يعمل اخطاء سيئة جدا علشان يتراجع عن كونه مسلسل متميز ويفقد فرصه في المنافسة على لقب افضل مسلسل في رمضان بمعرفة مجلة هاشهاشة بمعرفة مجلة هاشتكة اللي انا رئيس تحريرها اللي هي متمثلة في هذا البرنامج الرمضاني المتميز واعتقد ان المسلسل فعلا بزل مجهود كبير في انه يرتكب هذه الاخطاء وهذه المشاكل عشان فعلا يفقد فرصه في المنافسة على هذا اللقب المتميز جدا ويقدم حلقات مربكة مش جيدة بان بعد فترة من الحلقات ان فعلا احنا كل اللي بنمر بيه هي فصول من العوائق بنعدي منها عشان نرجع نلاقي الامور زي ما هي بالزبط ما تطورتش اطلاقا وما تحركتش اطلاقا علاقات الشخصيات زي بعض ما فيش حد ندم على تصرف عمله ما فيش حد اي بعد في ابعاد شخصياته تغير ودي بنسميها التغيرات الضعيفة التغيرات القليلة وإحنا بنتكلم بس هي مقبول عموما ان يبقى في شوية تحولات ده مقبول دراميا يعني انا اتشدله وامشي معاه بس وإحنا بنتكلم على مسلسل رمضاني بيهدف للترفيه الرمضاني حتى ولو كان الترفيه دوت جاي في شكل جاد وممكن يكون حزين كذلك لا احنا منتظرين تحولات اكثر حدة مرتين ثلاثة في الخمستاشر حلقة المتفرج عليهم يعني انا تفقلت جدا بالحلقة اللي صالح فيها خطف الولد او بمعنى صح الولد هرب من امه وكان حيروح عند صالح انا كنت عاوز ده يتم انا كنت عاوز الكروت تتغير بهذا الشكل وبعد كده ندور على اللي حصل بعدين ايه اللي بيخليني دلوقتي متأكد من النظرية ده اكتر ان انا يعني تحفظي عليها كان كان في محله لان بصراحة وانا بتكلم فيه قبل كده انا مكنش مالي ايجي قوي من اللي بقوله دوت في مكانه بس الحقيقة احنا في اخر حلقتين شفنا كل التحولات اللي في الدنيا يعني بمعنى صح احنا كنا عاملين نزوق 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 علشان انا عاوز في اخر الحلقات ادي لك الانفجار الكبير واتدي لك التأثير الاعظم الشخصيات بتاعة البحارة كلها تغيرت عندنا شخصية رئيسية جدا بتاعة عامل ربيع ماتت ودي كانت حلقة ليها تأثير كبير جدا يمكن من المرات اللي المسلسل فيه حاجة تخصه وصلت للترند على السوشيل ميديا الموقف بتاع الصالح شخصيا انقلب النزاع القانون يوصل لدرجة تأجج شديدة الراجل اللي كان عمال يغلس عليهم من بعيد لبعيد على الرصيف اظهر وجهه القبيح وعمل حاجات شديدة جدا انا في تأدير الشخصي فيه حاجات كتير من دي كانت محتاجة تحصل من بدري عشان الدفعات اللي انتعاش بتاعة المسلسل تفضل مكملة معانا لكن في وقت من الاوقات انا حسيت ان فيه ميزان بنحاول نوصله ما بين الاحداث والحدوتة والتطور بتاعة الشخصيات اللي احنا بنتفرج عليها وما بين برنامج حياتي بتاع القضية بتاعة مشكلة الرأي العام والمشكلة القانونية والمعضلة الاسرية اللي احنا موجودين قدامها واثرها على المجتمع واثرها على تغيير القانون والامور دي كلها هل انا بقول ان ده شيء وحش العكس انا تمام معي ورفض كتير جدا من الانتقادات اللي اتقللت عليه مستونا مش بتاعي يعني اللي حضرتك عندما تأتي الى المحل بتاعي فهذا الدكان فهذا المول المتواضع تعرف كويس قوي انك كل ما تيجي توعظ بتخسرني اكتر كل ما تيجي تقول يا مجتمع بتخسرني اكتر انا راجل بتاع حدود انا عاوز اتفرج على الشخصيات واتفرج على التفاعلات بتاعتهم واتفرج على التحولات بتاعتهم واتفرج على الامور دي كلها لانك حد بيقولي ده موجود في النهاية انا مش كفاية قبل ان هو يكون موجود بس في النهاية انا كنت عاوز دوات يبقى موجود في الحلقات بشكل عام وصولا بقى لللي حصل في التسلسلات بتاعت النهاية والامور دي كلها تلاقي ان في شوية تفاصيل مش مالي ايدي منها يعني ما بقولش ان المسلسل ما قدمهاش او ما ترحاش او من المنطق ان المسلسل يستخلص لها او يستنتج لها بعض الاجابات المرضية وحتى لما ابتدي اقولها دلوقتي حلاقي ناس بتقولي اه لأ بس ما ده حصل اه لأ بس ده ما ده حصل بس الكلام ده كله العلاقة ما بينها بتاعة المطعم لما قررت انها تسيب دميات وتمشي في النهاية بقى ايه وضع المطعم نجاحك اللي انت حققتي في نفس في المكان دوت المفروض ان هو لما يتفكي يتفكي في صورة ايه الرجل بتاع المراكب اللي اعتمد عليكي وعلى الشغل اللي انت بتعمليه وللامور ديت مصيره واصبح شكله عامل ازاي ليه الهرب بقى ضروري جدا ماشي ده ممكن يكون له اجابة المطعم بالخطوات بتاعت بناء وبتاعت تطوره وبتاعت نجاح وده حصلت ازاي على ارض الواقع الشخص الشرير اللي على الرصيف دوت مش مفروض يكون له عاقبة على اللي بيعمله يعني فاهم كويس او احنا بنقدم من خلال المسلسل الصورة بتاعت ان الوضع الحالي يدعو او بيقدم امكانية الظلم وامكانية ان يبقى فيه حقوق بتتهضم وانه ام تتحرم من ولادها وامور زي دي بس على صعيد الحدوتة مش ضروري ان القانون يكون بيتعامل مع كل حالة على ان الشخصيات ديت مش مجرد اشرار دول في منتهى الدناءة ويطلعوا في النهاية بالاعقاب اللي هو الرجل المعلم اللي كان واقف على الرصيف والكلام ده يعني احنا شفنا صالح الدوافع بتاعته كان شكلها عامل ازاي وانا كنت محترم ده جدا درامية وفي النهاية اقدم على اللي اقدم عليه ولما لقى ان الموضوع بيتفاقم تحول اتقلب موقفه ده ارق محترم جدا الرجل التاني غلس 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 ولع واجري متعم في شرف ومعرفش مين وفي الاخر ولا اي حاجة الرجل طلع زي الفل انا احساسي ان الزمن بتاعي الحلقات ما كانش تحت سيطرة السيناريو بالكامل ودوت اللي اقدر الاحساس ده بس ارجع واقول في البداية الرصيد اللي تركه المسلسل كان كبير جدا التقدمة للتقدمة للعالم الغريب اللي احنا كنا جواه التحديات التقنية السحر اللي موجود في كل الشخصيات تقريبا اللي تم تقدمة سواء اللي بينتموا للعالم الغريب بتاعنا اللي هو عالم الصيادين بتاعه مياط او العالم العادي بتاعنا بتاع اسكندرية والناس اللي بتدور على حقوقها والامور دي كلها لذلك انا بقول المسلسل ما فقدوا عندي هو بس فرصة المنافسة على افضل مسلسل فرمدرات ولكن هو لا يزال رصيده عندي رصيد محترم بس انا عاوز اوصل للنتيجة النهائية بتاعت الحلقة دي كلها او بتاعت الستريم ده كله من اول لحظة وهو اين افضل مسلسل في رمضان الفين تلاتة وعشرين هو الهرش السبع الحقيقة بتقولوا ايه بقى استنوا عايز اشوف اقول لي بقى المشكلة في البوليس اللي كان غايب وما شافش غير مونة زاكي ومشكلتها لكن كل الجرائم اللي حصلت مافي بوليس ابدا هذا قفلني من المسلسل انا فرحانان ده حصل عشان دعقاب الربا من الاخر اللي اخدته وهي فرحانة تاني مش اول مرة كانت مزنوقة ما ينفعش يرجع الربا كحال بس المسلسل ما قدمش على انها داية الازمة اللي هي عملتها او هو داية الذنب اللي هي اقترفته يمكن في النقطة دي جعفر يتفوق المسلسل ما بقاش انتقاد للقانون بس داية انتقاد للمجتمع كمان لأ معلش واحنا بنانتقد المجتمع بقى يبقى في الحالة دي عارف لما مسلسل بلتوا اتعملوا وطلعوا معرفش قرية مين قالك لا دا ما بيجسدناش بشكل كويس لما يطلع دكتور مسلا مرتاشي ولا سكري ولا بتاع ونقابة الاطباء تعترض لما يطلع محامي معرفش ماله ويطلع معرفش ايه طبعا احنا بنضحك على الحاجات دي وبنقول يا جماعة احنا بنتكلم على دراما وبنتكلم على حدوتة دا ما بيمثلش الفئات داية لو انت بتقول لا دا انعكاس للمجتمع مش بس القانون اذا هذا المسلسل يدين محافظة دميات ولا مدينة دميات بالكامل ان نطلع بشكل همجي وشكل جاهلي على واحدة ستة بتحاول انها تأكل عيالها ونقول لها الخطية هي والغزاية لازم ترحل والغزاية لازم تعمل هو دا شكل المجتمع المسلسل بيقول كده على اهل دميات انا اتحدى لو السؤال دا توجه لهم حيلعبوا الكارت بتاع الدراما على طول يقولك لا 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 دي حدوتة دي شخصية جوا حدوتة فهنا ما بين دي وما بين دي المسلسل يخسرني حاسس الكتاب قرروا يتجنبوا الكلام عن تفاصيل زي ايه اللي حصل اللي حرقوا عشان التركيز ما يبعدش عن القضية مقصودة هنا يبقى المزان اختل صح ولا ايه يعني انت لو كنت قاعد من الاول عملت خلق توازن ما بين الدراما وما بين القضية وما بين التعليق وما بين الحالة اللي انت بتقدمها وتيجي في الاخر ترمي تفاصيل في الحدوتة بتاعتك علشان تطلع القضية على بعضها يبقى المزان بتاعك ما بقاش سليم مونة زاكي عملت كمية الجرايم في المسلسل ده توديف ده يا سرقت وزورت وهربت من بلاغ ده كان ناست وزع حشيش واستلفت بالربة والوضع بتاع الفلوس اللي استلفتها ده ما بقاش بقين يعني احنا يا جماعة كمشاهدين بجد يعني جاوبوني بجد انتم جمعين هي كان معاها كام ومحتاجة كام ومين لي عندها كام والمفروض تسدده امتى وهي ناقصها كام عشان تعمل ايه وجي لها كام لو حصلت على ايه او لو حققت ايه ولا الموضوع اللعبك في الاخر انا احساسي ان الموضوع اللعبك لأ طبعا اوكي الصراحة لأ تحول الشخصيات بتاعت البحارة ده منطقي بالنسبالك اسرع من اللازم كنت احب اشوفه بشكل تدريجي اكتر مش محافظة دميات ده عزبة ساحلية وده سروهم ماشي خش معايا في التكنيكاليتي هذا الرصيف في محافظة دميات هذا الرصيف في الحتة الساحلية بتاع الدميات المسلسلة حبس في 15 حلقة حالو الكلام ده وممكن السيناريو تقصص بدون حرفية اظهرت فيه فدوات كتير في الحبكة والاحداث موافق جدا على الكلام ده حاسس ان اللعبكة الفلوس دي مقصودة اللي هو ما كانش عايز يشغلنا بالقصة دي تحدي انه ما العايز يشغلنا بايه يعني لو انا مش قادر ارتبط بالاحداث بتاعتنا واللي بيحصل فيها وانت قدمتها يعني هو انا بكلمك على حاجات انت مقدمتهاش انت اللي رحت وقلت هي جابت الفلوس منين وموضوع الصلف اللي هي عملتها والاتفاق بتاعتها مع ست صاحب المطعم والاتفاق بتاعتها مع رجل صاحب المراكب والاتفاق معها مع رجل صاحب المطاعم دي تفاصيل انت قلتها يبقى لازم لما تيجي تترص مع بعضها يشغلنا بالقضية مثلا فين الاشغال بالقضية كل اللي بيحصل انها في اول الفلاش باك تطلع تقول وهو انا كأم وهو انا كأم عاملة زي ولا انت قادر ترفع عينك في ايه ولا انت قادر وانا كأم حضايا حق اولادي وانا كأم ما ليش كلمة على اولادي وانا كأم ما عرفش منك فهمنا كول 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 والقضية في الاخر قامت في لجنة اللي هي برضو لو عاوز تتكلم صح دي حاجة كانت ممكن تحصل من الحلقة التانية ان تعدي في لجنة يبص على البطاقة البسي في ساعتها احنا عمنا 15 حلقة على حدث محتوم من الحلقة التانية اداء الممثلين كان من اهم عوامل نجاح المسلسل بس ده حقيقي بقى كان من اهم عوامل النجاح ومن اهم عوامل الجاذبية وبالتحديد في البداية نفسي الناس تقيم زي كده رب دون تنوح وبساءة في توقعات واطية ما فيش تفرج على الدور المصر وتزعى من الكورة مش زي الدور الانجليزي يعني انا مش عايز اقول على المستوى العام انا بقول دايما العمل بيشيل شلطه بيشيل اللي هو جاي يوعد بيه عشان كده حتتفاجئ بالكلام اللي حقوله ولا جفر ايه رأيك في الموسيقى التاسوريال تحت الوصاية قلت قبل كده واكرر نفس الكلام متميزة جدا من اكتر القطع الموسيقية او الاعمال الموسيقية في رمضان اللي هيها شخصية تفضل معلمة معي اخر حلقتين كانوا محتاجين يبقوا ستين دي انا برضو عجبني الرأي ده انا حسس ان اخر حلقتين بطول الزمن شوية انا مش حس ان المسلسل كان محتاج تلاتين حلقة حسس ان المسلسل كان محتاج تلاتين دقيقة انا شايف انهم ما كانوش عارفين يحلوا مشكلة المركب ازاي يخرجوا برا السيناريو وقال لك لانت ولا هو احرق عشان الجمهور عشان نقفل الخط ده او يمكن يكون رسالة ان الصراع دوت في الاخر بيؤدي لضمار الحقوق بشكل عام يبقى احنا برضو ميلنا على الرسالة على حساب الدراما بس اهي اهي دي برضو ايه مش بطالة للمحاسبة بتاعت القانون فعلا انت دلوقتي دخلت عوامل كتير جدا عشان تحاسب القانون ده في البداية انت ابهرتني بالطريقة اللي انت بتحاسب بيها الدنيا فانك ما طلعتش ولا طرف على انه شطان رسمي هي دوافع انا اقول لك انا شخصيا كنت قاعد قدام الناس كلها وبدفع عن صالح مش بقول ان عجبني او موافق على اللي هو بيعمله بس المسلسل السيناريو قدم له دوافع فانا كنت مبسوط جدا بدا ان جماعة الازمة في القانون مش في الناس الازمة مش في ان احنا عايشين في وسط الشياطين الازمة ان احنا عايشين في ظروف صعبة لما الاب بيموت الدخل بيقل والجميع بيعاني فاللي بيتهدم حقها هي الام او على الاقل في القصة بتاعتنا دات هي الام وبعدين علشان نخدم اللي احنا بنقوله دوت بقينا عمليين نحرك كروت كتير قوي في صراع الصدمة ليه الام بالتحديد لانها بتتعرض للضهض لانها بتتعرض للتشكيك في صمعتها لانه محبش هيطق فيها ان هو يسكنها لانه محبش لان كل الناس هتستسهل انها تسرقها كل ده انا تمام معاه الى اقصى درجة بس انت حبيت توصل في الاخر وتقول لا ده الاثر اكثر تدميرا من ذلك لدرجة المخطرة بان فيه اتل وموت ودم ونار هنا في النقطة ديت هو انت بتتكلم الحدوث اذا بتتكلم الواقع هو انت دلوقتي بتعكس على القانون ولا بتعكس على الشخصيات بتاعتك هنا بس الحتة اللي فقدتها انا مش بقول ان الموضوع كارثي من جميع الجوانب انا بقول ان الميزان اختلف الحتة دي هنا بقى الواقع كده هو دوت اللي احنا بنقوله ان احنا عاوزين نقف قدام الام لان اللي حواليها كلهم حقيقي شياطين طب هل القانون لازم دايما يكون في صالح الام طب لو الام فيها حاجة لو الام عنيفة لو الام سكرية لو الام فعلا مشيها مش تمام لو الام بترعيش ولادها كويس لو الام عايزة تاخد الفلوس وتصرف على روحها نعمل ايه نعمل مسلسل لكل كيسة ممكنة ده اللي بقوله المسلسل كان بيتكلم على كيسة يسهل جدا تصدقها وتحكم على اساسها القانون فعلا بس في نقطة معينة لا انت بقيت على القصة دي قوي على الحدوتة دي قوي وانت على الحدوتة دي قوي لا اقفر الاركات حسن من كده نرجع ونقول انا كل اللي بتكلم عليه دلوقتي هم الكام حلقة الاخرانيين الطريقة اللي قفلنا بيها الدنيا مش المسلسل بشكل عام مسلسل في بدايته كان حاجة بديعة فوق الوصفة يا جدا يعني انا كنت قاعد بتغزل بيه مش عارف اوصل لايه ولا اقول ايه ولا اشعر فيه ازاي وبعد كده توجهت بالحتة بتاعت احنا احدثنا وتتحركش قوي يا جماعة احنا عملينا نعدي بفصول ونرجع زي ما كنا فصول ونرجع زي ما كنا وبعدين في النهاية تحيزنا قوي للكيسة وانسينا ان احنا عندنا حدوتة وفي النهاية تقييم المسلسل تحت الوصاية مش عارف اديله كامل بس هو بتحسب على فاتورة غالية مش الخيصة بتحسب على فاتورة المستوى اللي هو حط نفسه فيه اللي هو تقريبا اعلى من اي مسلسل تاني هو خرج برا للمستنقع وجري وبعت جدا عن المنطقة دي ودخل في الجنينة ووصل لحاجات محترمة قوي فانا عايز اديله التأدير المناسب لذلك انا حدديله تمانية من عشر نخش على جعفر والعشرة من عشر يا جمهور اول الحق دحكت النهاردة ولا لا نهاية جعفر مضحكة بس عن قصد وده قرار من اجراء ما يمكن انا اتفاجئتي بيه بصراحة شلوت سيد دحكت بالدموع انا دحكت بالدموع دحكت بالدموع وعلى حركة الرجل على الرقبة انا ببادلة وجعفر بمعرفش مين التايمينج التيمبو دخلة محمد رمضان الله يكريمك يا حج سيد ولا لا 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 انا بقيت عمالة حك انا حرجع اتفرج عليها تاقي من المرات الاوليلة جدا اللي بنتكلم عن حلقة في مسلسل رمضاني مصري وابقى عايز ارجع اتفرج عليها تاني انا بكل تاكيد ارجع اتفرج عليها تاني بيقولوا انها اتغيرت غيروا ما غيروش عملوا ما عملوش الا انا استلمتوا ده يا جماعة تحكت من قلبي يا جماعة هل معنى كده ان انا بسحب كلامي في ان المسلسل ده مسلسل اطارة رخيصة مسلسل مخرم من كل نحية مسلسل مفتقد للمنطق مسلسل لو الناس خددتوا كم القياس للدراما هتبقى نصيبه صودة على الصناعة كلها لبعضها لا ما بنحسش ولا كلمة من دول بس زي ما بقولك كده ايه جمهور قول الحق مدام دحك تعترف محمد رمضان شغله هنا في مشاهد الكوميديا ممتاز قوي احسن من شغله في الدراما والجد ماء برضو عاوز اقو حاجة قلتها في التويتر بعد ما صحبوا مني الوري في لون ماسك مش فاهم ماسك في ايه بالظبط ان داش توقيته الكوميدي كمان هي القوي من كم حاجة عملها في جعفر وحاجات كتير عملها في الصندوق رغم ان الصندوق قفل على تون بنت لازينة غريبة جدا ليه بنتجاهل دور الكاتب ونمسك في الممثل خاصة في الكوميديا لا لا مش بشكل عام بس انا بقولك انت بتلاحظ حاجات يعني داش انا كنت بتفرج عليه في نفس التوقيت في حاجات في المسلسل بتاع جعفر العمد وحاجات في الصندوق لا الشخصية بتاع داش توقيته الكوميدي في التبادلات اللي كانت مع مية كسب في جعفر واللي كانت مع صماحة انور في الصندوق لا داش يعني انت لما تيجي تقارن بحاجة وحاجة وحاجة تعرف ايه اللي بينتمي للممثل وايه اللي بينتمي للي كتب اه الوش الكوميدي اللي انا شفته من رمضان النهاردة جامد جدا واللي شفته في كتير من لحظات المسلسل برضو للامانة طب مفيش حد يعرف يكتب لان رمضان لما اشتغل straight up comedy comedy sick اخر ديك في مصر والبتاع ال واحد صعيدي ولا مش عارف كان اسمه ايه حاجة من اصعب ما يمكن لا مفيش يا جماعة مفيش الموضوع تخطى مرحلة اننا ما بتحكش اللي احنا بنقوله لدرجة اننا لا انا عايز اقزي حد انا عايز ادفع حد التمن لكن رمضان ده لا رمضان نبي دحك بيدحك جدا كمان حدش عارف يكتب حاجة حلوة حدش عارف يعمل حاجة ويعتمد على الممثل وعلى قدرته في ظبط اقاعه ونتفرج على حاجكم داي بتضحك بجد حتى لو ما كانتش بالضرورة حلوة قوي مش لازم يا عم تكون عميقة ومش لازم تكون متماسكة واللمبي دوت الفشخ ندحك كلنا كان يعني درامة متماسكة قوي ووقف على حلها قوي انا وانا عمال اعترض على المسلسل في اوقات كتيرة في رمضان ودخلت في مواجهات مع ناس كتير لم اتوقف عن المشاهدة بعكس المسلسل الضحية اللي انا ظلمه وسرق ورثه اللي هو الكبير اللي انا في نقطة معينة ما بقيتش قادر اتفرج عليه ما بقيتش عاوز اتفرج عليه ليه عملت كده زي ما بقولك انا بحاسب كل عمل على الفاتورة بتاعته بحاسب كل عمل على الشيلة اللي هو عاوز يشيلها اللي هو من اول اول خمس ست حلقات بيقولك انا جاي اعمل ايه ليه بقول ان المسلسل الكبير خسرني لان المسلسل الكبير الشيلة اللي هو جاي يشيلها من اول يوم في رمضان من قبل ما تطلق اول حلقة على الاطلاق انه جاي دحكة بحكم اللي هو قدمه في الموسم السابق الموضوع فقدني تماما في البداية بعدين شوية عصلاجة بعدين شوية تأليف بعدين سيناريوهات من اعجب ما يمكن لا خلاص انا مش هقعد اكتر من عشرين يوم بحاول اشفعلك باي شكل من الاشكال عشان اقول انك حتدحكني وبعد كده تفشل في ذلك بينما اجعفر على الجانب الاخر الشيلة بتاعته باينة من الاول وانا لما كنت بقول العيوب الكتير اللي انا عملا تكلم عليها مش قصدي ان انا اقول للناس بطلوا تتفرجوا عليه ابعيدوا عنه اعرفوا بس انتوا بتتفرجوا على ايه اعرفوا الشيلة المسلسل جاي يشيلها عاملة ازاي جاي يقدم لك لحظات اثارة اثارة مجتمعية اثارة نسائية في بعض الاحيان اثارة عنف اثارة اهانة اثارة مسببات انتقام اثارة ضرب اثارة كوميديا واثارة لحظات حزينة كتير جدا 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 انا معرفش الدموع مش عايزة اقول لك كلمة تانية بقى عشان الناس بتقرف والكلام ده اللي نزلت لو تعبت في جرادل مين اللي حيكسب جعفر ولا تحت الوصائب احنا عارفين ده احنا متفهمين ده خلاص اشتر احنا موجودين جوا ده واحنا بنتفرج واحنا فاهمين ان دي الشيلة بنستمتع ولا لا يا جمهور يقول الحق استمتعت ولا لا الحقيقة بنستمتع اوقات كتير من الدراما في البداية كنت يعني بريليت مش لدرجة اني بتأثر بس بريليت بعد كده اشتغل المزيكة الحزينية او اشتغل احمد سعد ابص في الموبايل على طول ودا عقد ما بين يوم ما بين المسلسل واحنا الاخنين موفقين عليهم ما اعتقدش ان في حد فيه ناس علان من التاني آيا بريل ما ش أنت قعد مش أنت مستنى لحظة المشهد بتاع الضرب مش أنت مستنى المشهد بتاع جعفر وهو حياخد حقه مش أنت مستنى المشهد بتاع محمد رمضان وهو بينكل بكرم فتح الله مش أنت مستنى المشهد اللي ده اللي هتكشف فيه خلاص هقدم حاجات تانية بتطير ناس تانية فيه ناس كتير هتسخن مع الكلام ده هتعجب مع الكلام ده هتتأثر وحتعيط وقلبها هتقطع وحتطلع تقول غول تمثيل وغورلة أداء وديناصور معرفش مين والكلام ده كله بس فيه شوية ناس انتو تمام خليكوا قاعدين هدحقوا والله وهقديكم مشاهد أكشن حلوة وهديكم شوية توستاد هتخليكم تسقفوا وانتو قاعدين وهديكم لحظات انتقام تخليكم تعملوا ده اللي أنا جاي عشانه والمسلسل وفاة أنا استلمته منه يعني بس كمان مرة أحب أوضح للمجتمع أنا كنت ماضي على إيه علشان مش في الآخر نطلع ونقول دي دراما تقارن بأي شكل من الأشكال بحاجة زالت قدمت في تحت الوسائل وعلى فكرة دي مقارنة صالحة مش غريبة لأننا نتكلم عن دراما شعبية في المقام الأول يا دود أنا مش فاهم مشكلة نرجس نرجس رفعت لواء الفيمينزم نرجس عدلة البصلة المجتمعية بتاعة المسلسل أو بصلة الرسالة المجتمعية بتاعة المسلسل تجاه التعامل ما بين الذكر والأنثى ما بين الفجر بتاعة السيد المتمثلة في جعفر العمدة والنساء بتوعه كان فيه بوست النهاردة بتقول لك ليه جعفر العمدة بيقدم رسالة جيدة في وجه عجبتني جدا أي محاولة تقييم جعفر العمدة بجدية هتبقى هزل شبه النقد محمد صبحي المسرح هو التقييم في حدود دحكت وضيعت وقتك ولا لا؟ طبع ده يتقيم فكرة بقى ان احنا نقعد كمية المناقشات والانفعال اللي احنا دخلنا فيه علشان نقول المعلم اللي واقف على الرصيف دوت انه ماخدش جزاء وده مقبول ولا مش مقبول سواء على الدراما او الرسالة او الكلام ده هل نقدر نعمل حاجة زي كده في جعفر العمدة؟ ابتدي منين ولا منين؟ مين يشيل معايا؟ انزل معايا الملاحة يا جدا اشيل ايه ولا ايه ولا ايه؟ ابتدي منين؟ الموضوع ينهر ازرق احنا ظلمين اداء الممثلين وبنحسيبهم على سوق الكتابة لا مش هي كده بالضبط بس هو كل اللي انت حملته على اداء الممثلين حاجات انا ما بحبهاش يعني لا بحب اتفرج عليها ولا بقدر اضافاتها الدرامية وزي ما بقول مليون مرة بتعمل قدامي سحابة تراب كده ما بقدرش اطلع منها متبين هو لا انا شوفته ده التمثيل ولا لا سيد عيوت انا عجبني جدا المشهر بتاع بحبك يا جعفر لما قعدوا يقولوا بحبك يا سيدو بحبك يا جعفر على السلم مين اكتر اداء عجبك في جعفر اجابك ليش هوية غير متوقعة اتزور رمضان هلا صدقي برضو كانت في الكوميديا جميلة بس انا في الاول كنت مستطيلها بصراحة كنت حس نعم زودها شوية لكن في الاخر اللي هي الدت والدلال وطبعا دي انا لم يتكلم بلنجليز بكلم بلنجليز 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 موضوع بالعرب موضوع بسيط هاتبقى شتيمة لو انتعم العرب انا اللي يدوس على طرف عين من عيالي اكلو ايوا باع انا كنت قاعد ايوا با با السيد ايوا يا صف صف باع طب واحنا بقى شجعنا وسقفنا الصف صف وعجبنا المشهد وعملنا ده كله هل المشهد دوغة يا اي شيء منطقي الفلوس اللي رح اتجابتهاله كلها في شنطة صفر واقعد جنبه في السرير وراح اتتلمد للميا الفلوس بتاع وانا اللي مأجرها الناس دي كلها الدنيا دي بالنسبة لنا احنا بقى كمشاهدين ينفع ان ناقشها دراميا ينفع ان ناقشها على مستوى المنطق تصوير اخر حلقة من جعفر وحش متكروت وكادرات تعبانة والكاميرا بتتهزأ الكاميرا بتتهزأ من اول حلقة هل شفتوا ولا لا باشا انا اللي عاوز احسب عليه الحلقة الاخيرة من جعفر الوجبة الكوميدية بتاعة الخناءة الاخيرة من اول الضربة الغلط بتاعة سيد وبعد كده هم اللي ضربوا بعض ومعرفش عملوا ايه وبعد كده لما حضن حمدفت حلة وقال له هنجيب لهم النياب دي على مستوى التصوير على مستوى الاقاع على مستوى كل حاجة داش في جعفر ولا داش في الصندوق داش في الصندوق شوية من هنا وشوية من هنا انا مشترتش قاوي في الصندوق وهو دوت اللي انا كان مطلوب مني ان انا اشتريه بصراحة يعني حسيت ان في الاخر الصورة الجريمي اللي احنا رسمناها بتاعة انا فجأة حسيت ان احنا يعني احنا في التربة يعني العملية عملية عملية مقبضة جدا 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 بتفاصيلها في الحلقات الاخيرة وده موضوع عاوزين نناقشه طبعا لما نتطرق له يعني فالموضوع فصلني شوية اما الارتباط بالشخصية من قبل كده بعرضو ما عرفش فيها شوية اسئلة كده ما عرفش جاوبة بس ده هنا اقدر اقول ان الصندوق بيرتكب مشكلة لكن في جعفر كمان يا دوت خليك فرش احنا في رحلة تقييم جعفر سبعة من عشر ما عليش برضو السقف سقف اقول لك انا حيزك تحاسبني من غير منطق من غير دراما من غير من غير ما تقولي المشهد ده مكرر من غير ما تقولي السحة هنا كتير متقولي فيه من غير ما تقولي فيه صدف اكتر من اللازمة من غير ما تقولي فيه بتززلع ماشي حاضر حدي لك نقط كتير على انك اددتني كوميديا وانك اددتني معرفش مين ولا حظات معرفش ملة أو حاجات بالطريقة دي بس يعني مش 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 حناقصك نقط على اللي فد كله برضا خبطت سيد خضتني دحك شفتوا الميمز ايه احلى ميمز شفتوها على انا اعتقد كل الناس حتقول نفس الجملة في نفس الوقت احلى ميم على الشلوت بتاع سيد يا جماعة دخيو ماجواير اكيد اكيد وينر البرنس ولا جعفر العمد جعفر عشان الدحك انا من غير الدحك اللي في اخر حلقة دا تقريم المسلسل كممكن يبقى خمسة ونص ايه رايك في تمثيل زينة لا انا ما اقدرش حكم على حاجة ما شفتهاش خدتوا بالكم النهاردة عيد ده في اخر مشهد مفترض لها في المسلسل بعت البروكسي اخر مشهد العيدة في مسلسل جعفر العمده ما كانش في عيدة احسن ممثل وممثلة في رمضان في نظرك افضل ممثل رشدي الشامي افضل ممثلة ما هنصار على فكرة ليه في مصر عادي النساء يتمسح بكرامتهم القفضة في المسلسلات والافلام اصلا كيف ممثلات تقبل تلعب دور ممساح الجعفر لا 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 بس عملوا الممثلة في الاخر ده فيه اتنين انقلبوا عليه منهم نرجس المايح انا اسف ان انا انا ده مش و ده اسم الشخصية كده في الورق كان نازل نرجس المايح شان اللي قلت مين رشدي الشامي عمر ربيع يا جماعة هو انا وانا 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 وقلت اسمه غلط ولا اي ادي النيل علي اي بول ده ناظر محمد فاهيم ده ناس قاعدة تقول لي اسمه احمد فاهيم مش محمد فاهيم ده كويس اني ما قلتش عمري فاهيم رأيك في موضوع الربخ اخر حلقة من جعفر عبث عبث قال لك استنى يا ابني ده في احنا احنا دفير سالة زي الزف تبعتناها في الاحداث لازم نيجي لما استنى است ديني كمان خمس دقائق خمس دقائق بس يا حاجزك خلص خمس دقائق بس حاجبه الفنان محمد عبد الجواد يعمل شيخ وهو نخش الكلام معك كلمتين ونخلص على فكرة برضو جعفر العمدة في تصميمه ما كانش فيه ابتزاز كبير قوي على المستوى القصوى يعني اسمه ايه دوت البرنس قتل ناس بنت تترمي في الشارع المعاناة بتاعت السجن فيه فيه يعني فيه بهدلات يعني عشان كده الانتقام اللي كان يوش في غليل المشاهد كان لازم يكون بهذه الدرجة المرة دي لا احنا خفينا في القصوى يعني يمكن اكتر مشهد الناس وهي بتتفرق كانت ابتدت مش عارفت توافقوني ولا لا المشهد اللي شوقي ضرب فيه سيد والإقلام والإهانة اللي تعرضت لها العيلة جعفر والكلام دوت انا كنت مترقب حاجة اسوأ من كده بكتير مترقب ان فيه حد من العيلة دي موت ان حد يتهور على حاجة فيه تقتل ان صفصف تتعرض لإهانة حد يضربها مش مجرد ان هما يصدوها او يسكتوها وكلام زي ده فحاسس ان هما برضو كانوا حنينين شوي يعني لموا الدنيا حب عشان كده لما جات لحظة الانتقام وتم عكسها على شكل كوميدي الناس تقبلت او بمعنى اصح برضو هي ما تقبلتهاش على 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 مخدة درامية من ريش نعام تقبلت على صدرها وبيحكت وخلاص يعني ما حستش ان هي كانت مغلولة من الاشرار لدرجة تستحق ما هو اكتر من داله يعجبني في مسلسل الصندوق انه بص حقولكم حاجة المسلسلات اللي بتحاول تخلق تعقيدات كبيرة قوي في الغموض بتاعت الحبكة بتاعتها انا بتكلم عن مسلسلات المصرية بالتحديد في الاغلب بتيجي في الاخر وبتخيش بتخيش في ايه في التفاصيل بتخيش في انها سألت اسئلة اكتر من اللازم وعملت منورات لتشتيت المشاهد او للاخبطه اكتر من اللازم وديقت في بعض الاحتمالات لدرجة انها لما جات في الاخر تحسم الموضوع لصالح احد الاحتمالات اصبح الموضوع غير مقنع او ثابت وراها عدد كبير من الفجوات والاخرام وامور زيدي انا لما مسلسل الصندوق عد بالحواديد بتاعته وبالاماكن اللي هو حاول يحقق فيها والامور دي كلها وبقى عمال يشتت المشاهد ما بين الاماكن وما بين الامكانيات والكلام ده كله انا كان عندي رهان اكبر على انه هيخيش ولكن هو فاجئني في الاخر انه حاول يجاوب على كل الاسئلة طبعا الاجابة في احيان كتير عند بعض المشاهدين ممكن تكون مش مقنعة بس هو جاوب جاوب ليه الصندوق جاوب ليه دول جاوب ليه كان بيدعم وفي اوقات تانية كان كان فيه مقاومة طبعا اللي عارفين انا ممكن اتكلم بحرية يعني انهما في الاخر كانوا شخصين مش شخص واحد وان فيه حد كان عاوز يمنع اللي بيحصل ده واحد تاني كان عاوز يدعمه او عاوز يساعده او عاوز يوصل الناس للموضوع دوت من خلال ارسال رسالة كمان اللي هات كلها متجاوبة انت تشتري ما تشتريش انت حور والاجواء اللي في النهاية بصراحة بالنسبة لي انا كانت مقبضة اكتر من اللازم بكتير قوي كمان مرة على مسلسل رمضاني ما بقولش انها وحش انها تتعمل انت قررت انك تعمل ده انك تستكشف في الفكرة بتاعة الموت وبتاعة المعاناة من مرض زي السرطان ومن القرار الاكثر رحمة او الاصحة في الموقف اللي ازاي ده ونظرة القانون للي ممكن يقدم على تصرف في هذه الحالة وبعت تفاصيل كتير قوي وبعدين دخلت في التفاصيل بتاعة الموت نفسها في التخسيل في الدافن جرافيك يعني انا اه كتير من تفاصيل القلم كانت مضايقاني كانت مزعجة بالنسبة لي بس انا فهم انت بتحاول توصل ايه او بتحاول على الاقل تواجد المبرر اللي من منظور الشخصية عشان كده لما حد سألني انت ايه رأيك في الموضوع لانا ما ديش رأي في الموضوع بس الشخصية اللي قدامنا ليها رأي في الموضوع وده فهتعمل بشكل واضح جدا وكملت حاجات كتير وتسألت وجاوبت وتسألت وجاوبت وتم تحديها وتم طرح فكرتها والامور دي كلها بس هالكل اللي تقدم على مستوى المحتوى السودوي في اخر حلقتين او تلاتة كان حقيقي ضروري لدعم الفكرة ده حاسس انه ما كانش بالكامل كان والميزان الكوميدي عشان كده برضو انا كنت معجب بالمسلسل في حتة انه بيتعامل مع قضية احلك بكتير من مسلسلات تانية ومع ذلك سايب بعض المساحة البعض لساعات الكوميديا اللي بتعدي ومتفصلكش وده برضو ميزان مش سهل ابدا انه هو يتم الحفاظ عليه بس كان محترم في الاخر تم افتقده تماما عايز اقول افتقده مش حتيجي كل سان طيب فلا الميزان في الاخر اختل تم اختل حلقة ليه بنقلف يعني والعملية كانت سودوية جدا 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 والمواجهة بتاعت النهاية على مستوى الاكشن يعني انا كنت بعلق عليها زي ما كنت شايف المطش من الاول هيحصل كذا هيحصل كذا هيعمل كذا حيروح عليه حيجي يضربه التاني حيتدخل حيتفوق على التانية حتيجي المسدس معرفش ماله المطوع معرفش ماله مقري قوي ومتوقع جدا الى اقصى الحدود بس عجبني في الاخر ان احنا واحنا بنختم مخترناش على نهاية سعيدة للجميع مخترناش على نهاية سعيدة لأي حد تقريبا وبعدين اتفجأت بان هما فتحين مساحة الجزئتين مستغربها بصراحة بس على فكرة هما كانوا قدموا حاجة شابه ده في وسط الاحباب قالوا ان هما ممكن يلجأوا للكونسب بتاع الكوبي كات فاعتقد ان هو دوت اللي هما بيفكروا يعملوا حاجة كمان المسلسل اعتقد انه متأثر اتصال من مصطفى ساقر اللي كاتبه متأثر ببعض الحاجات الجديدة اللي احنا اتفرجنا عليها يمكن في حتة القعدة قدام التربيزة وتحدي الافكار اللي تقالت خلال المسلسل كله من خلال شخص واحد بيجاوب على كل الاسئلة انا قلت ان ده لما اتعامل في وانت قاعد تتكلم على الفجاوات وطريقة سدها انت بتسقف بس الدرامية ان انت بتتفرج على حاجة لا تصلح فكرة انك تجيب لي المجرم تقعده وتعمل له محاكمة على مدار الزمن ده كله في شكل اسئلة واجوبة مش شايف ان دي كانت افضل اداة درامية لطرح اللي عندنا المعضلة ده جود نيرس شويتين ده وارف يعني يبقى فيه صندوق والغاز وكده مش ترتهاش خالص لا ليه هو الفكرة جات له من خلال حاجة ما هو بقول لك جاوب انا انا مقدر جدا انه في الاخر بزل مجهود وجاوب على كل الاسئلة ما سابش حاجة مفتوح بس زي ما بقول لك هل انت متوقع انت مقتنع بكل اللي تقاله ولا لأ ده السؤال وعلى فكرة المعضلة اللي انت بتتكلم عليها على اساس انها جاية من دي جود نيرس لأ تلعاوز دي جي من الاصل احنا عندنا حدوتها من مصر في هذا الموضوع واللي تم الاعتماد عليها في الحركة بتاعة اوبرا عيد انا عجبني ان في حبة ريسورش اه في الرسم وفي الاشارات بتاعته وفي الادوية وفي العلاج وفي الكلام ده واتحقيقي برضو مزبوط تقييم الصندوق 7.5 من عشر مع الوضع في الاعتبار معامل مصري انه عامل في الفورمات الجديدة بتاعة الخمستاشر يعني في اعتبارات كتير فيها قدر معقول من التعاطف عشان نوصل لهذا التقييم تقييم الموسم الرمضاني حلو عجبني الخمستاشر حلقة في الخمستاشر حلقة عجبني التنوع الى حد ما دخلنا في غموط جريمة دخلنا في دراما شعبية دخلنا في قضايا حساسة دخلنا في كوميديا فانتسي عملنا عملنا شوية حاجات زريفة اعتقد ان عدد المسلسلات خصوصا مع الفورمات بتاعة الخمستاشر اللي انا تبعتها السنة دي تتفوق على اي سنة تانية ودرجة استمتاعي اثناء المشاهدة ودرجة أولفتي مع النمط المناسب لمشاهدة الاعمال دا امتى تلجأ للموبايل وانت قايم تدوس بوز وانت قايم ما تدوسش بوز وده حصل كتير سيبي سيبي حاجة أكمل من مطرح موقف مش قضية يعني حاجات زي كده عجبني ان احنا خرجنا برا اللستة فيه ممثلين كتير اركان بقالنا كتير ما شفناهمش موجودين الموسم دوت كمالة بوراية احمد عبدالعزيز سماح أنور ميمي جمال عدد كبير الحقيقة فيه ناس كتير وده يشكر عليه الجهة المنتجة ويشكر عليه الكاستنج دايركتورز ويشكر عليه المخرجين ويشكر عليه الكلام دا كله بشكل عام جيد احسن من السنة اللي فاتت على القلب يا دود لو حتقرر مستوى الدرامة المصرية بالاجنبية مش هتدي نفس الريد دا لا طبعا بس على فكرة المسافة مش هتكون كبيرة يعني عايز اقولك حاجة انا من كام يوم يعني اديت نكتة قاسية قوي على استدعاء فلاش باك بدون داعي في مسلسل جعفر العمد وتقريبا في نفس الستريم او في الستريم اللي بعده كنت بقول شاعر في جمال الموسم التاني من بريميس الحلقة اللي فاتت تقريبا في بريميس في الجزء التاني منه في الجزء التاني منه دي شبه اللي بيتقال في الصفارة عمل نفس الموضوع استدعاء فلاش باك بدون اي داعي عند شخصية الاب اللي ابنه تقتل دا بدون اي داعي وبدون اي مقدمات فجأة كده وحنا فقسين فلاش باك فبلاش ناخد بعقدة الفرنجي وبلاش نسارع بالتهامي في اني متحيز على كل ما هو عربي مع عدم المؤذنة لو في حاجة بره عملت جريمة بمسح بيها بلاط المزرع ما بيهمنيش يعني اكسلانس افضل مسلسل اه شفت شوية حاجات على اكسلانس دا يا ربي يا ربي على الوهم اللي الناس معايشة نفسها فيه يا جماعة على فكرة عشان تبقوا عارفين على مستوى المقاييس والارقام في النهاية هذا الموسم الرمضاني لو تعمل فيه 35 مسلسل فاحنا امام 35 مسلسل ناجح ب35 نجم هما لتصدروا السباق الرمضاني ب35 نمبر وان مش مثلا 35 جوة كلهم نمبر وان كل نجم عاد عاد على القمة وكل نجم بقى بقى على القمة واطلع نقشهم بقى يعني جادل معاهم في الحاجات دا تبقى قابلني الاجهر انجح مسلسل في رمضان نمبر وان اكسلانس انجحنا مسلسل نجح في رمضان وجمهوره رده على المشككين في السوشال ميديا الراجل بلغ عن اللجان بتاعته حاجة من يا نهر ابي عاد على العبث وكل نجم صعد صعد على القمة وكل ضيف شرف شرف على القمة وكل نجم قدير قدير على القمة كله كل سنة وانتو طيبين جميعا بذلك نختتم الموسم الرمضاني انا مبسوط بصوا جماعة انا ممكن ادخل بكل انواع الاقبال والحماس في الدنيا على اني ابدأ مشروع ووصله لاخرو وفي الاخر استقبال الناس ومش قصدي بس الاستقبال من حيث المشاهدات والارقام والكلام دا كله هي فكرة ان الناس تتفاعل مع اللي احنا بنعمله ان يبقى فيه نقاش ويبقى فيه رده ويبقى فيه اقبال على الجدال هو دوت اللي بيدفع المشاريع دا لانها تكتمل لاخرها وطبعا انتو عارفين كويس قوي المشاريع الكتير اللي احنا ابتدناها وبعدين ما لقناش ان الجو محمس بالقدر الكافي عشان ما وصلها لاخرها ولكن انا فخور بان المشروع دوت تم لاخره والفضل في ذلك بالكامل لكم انتو انتو عارفين انتو مجربيني انتو اللي بتزقوا معايا فالمشروع بيكمل اما انتو وبتزقوش معايا فالمشروع بيخيش فده مشروع اكملناه لغاية اخر حلقة فيه انا فخور جدا 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 بان احنا عملنا كده وسعيد جدا سعيد قوي بالحياة دا يا تيقبي فعايز اشكركم كتير 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 وقال لكم كل سنة ومطيبين كتير 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 البانل بتاعتنا السنة الجاي ان شاء الله باذن الله تبتدي من الرقم واحد ونرجع تاني رمضان واشياء باذن الله لان انا عجبني المشروع دوت وان شاء الله باذن الله نشجع بعض ونتمو كمان مرة صباحوا على خير اتمنىكم تستمتعوا بما تبقى من العيد وبي باي